مع إعادة التجميع عمودية أول شيء إحنا اليوم رح نظل بنقطة أنه أنا أطرح مع إعادة التجميع عمودي لحد ما يتقنها الطالب لأنه أنا أبداً مو هدفنا أنه إحنا نختم أو ننهي المادة هدفنا الإتقان درس الجمع مع إعادة التجميع ظلينا نعيد فيه لحد ما فهمه الطالب وكانت أموره تمام اليوم نفس الأشي بدي أعيد الطرح مع إعادة التجميع عموديا بإعطاء أمثلة وتكليف الطالب بحل تمرين لوحده الآن بدي أشرح الأمثلة اللي أنا كتبتها على دفتر رياضيات الجانبي المسألة الأولى أو المثال الأول ثمانمائة وثلاثة وستون ناقص مئتان وتسعة وأربعون بطرح الأحاد مع الأحاد ثم العشرات مع العشرات ثم المئات مع المئات ثلاث ناقص تسعة بصير أطرح من الثلاث تسعة هاي ثلاث بصير أخ في تسعة بصير أخ في تسعة لا يجوز إذا بروح بصرها على جارة الستة شو بصير خمسة بيوقف واحد حد الثلاث ثلاثة عشر أو ثلاثتاش ناقص تسعة بعد من تسعة لثلاثتاش تسعة عشر أحداش تناش تلاثتاش كم؟ أربعة خمسة ناقص أربعة واحد ثمانية ناقص اثنين ستة ستة ستمائة وتسعة وعشرون ناقص ثلاثمائة وتسعة وخمسون يساوي نفس الإشي الأحاد مع الأحاد العشرات مع العشرات المئات المئات تسعة ناقص تسعة صفر ثنين ناقص خمسة لا يجوز بروح على الستة الستة شو بصير خمسة بيوقف واحد حد الثلاثنين اتناش ناقص خمسة بعد من خمسة لاثناش خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر حداش اتناش كم أصبع؟ سبعة خمسة ناقص ثلاث ثلاث مئتان وسبعون مثال ثلاث سبعمائة وثلاثة وخمسون ناقص أربعمائة وسبعة وعشرون يساوي الأحاد مع الأحاد العشرات مع العشرات المئات مع المئات ثلاثة ناقص سبعة لا يجوز بروح على الخمسة شو بصير؟ أربعة بيوقف واحد حد الثلاث ثلاثة عشر أو ثلاثتاش ناقص سبعة بنعد من سبعة لثلاثتاش سبعة ثمانية تسعة عشر حداش اتناش تلاثتاش كم؟ ستة أربعة ناقص اثنين اثنين سبعة ناقص ثلاث سبعة ناقص أربعة ثلاث ثلاثمائة وستة وعشرون الإجابة الصحيحة تمرين أربعة تسعمائة وواحد وثلاثون ناقص مئتان وتسعة وثمانون واحد ناقص تسعة لا يجوز بروح بسرعة على الثلاث شو بصير الثلاث؟ اثنين والواحد بيوقف جنب الواحد إحدى عشر إحداش ناقص تسعة تسعة عشر أحداش كم؟ اثنين اثنين ناقص ثمانية لا يجوز بروح على التسعة التسعة شو بصير؟ ثمانية وبيوقف واحد جنب الاثنين ناش ناقص ثمانية بنعد ثمانية تسعة عشر أحداش اثنين كم أصبع؟ أربعة بنحط أربعة ثمانية ناقص اثنين ستة ستمائة واثنان واربعون تمرين رقم خمسة ثمانمائة ناقص ستمائة وثمانية وعشرون يساوي طبعاً الصفر ناقص ثمانية لا يجوز طيب بروح عجرته الصفر صفر بيقدر يعطي الصفر؟ لا برجع على بيته بروح الصفر العشرات على الثمانية مئات ثمانية بصير سبعة والصفر بيوقف جنبه واحد بصير عشرة برجع صفر الآحد بطلب من العشرات اللي هي صارت عشرة بشتب العشرة بصير تسعة هو بصير عشرة عشرة ناقص ثمانية ثنين تسعة ناقص ثنين سبعة سبعة ناقص ستة واحد مئة واثنان وسبعون أعيدها ثمان مئة ناقص ستمائة وثمانية وعشرون صفر ناقص ثمانية لا يجوز بروح على جارته جارته صفر ما بتعطيه بروح الصفر العشرات على الثمانية بصير الثمانية سبعة والصفر بصير عشرة برجع صفر الآحد بطلب من العشرة عشرات بصير العشرة تسعة والصفر عشرة عشرة ناقص ثمانية ثنين تسعة ناقص ثنين سبعة سبعة ناقص ستة واحد هاي الطريقة يا أمهاتنا إذا ما فهمها الطالب شرح بدنا نحفظه إياها غيبا يعني أنا حفظت لابني غيبا أنه هنا عندنا صفرين روح على المئات خذ منها واحد أعطي عشرة أشطب العشرة سويها تسعة والصفر اعملوا عشرة حفظ مسألة رقم ستة ستمائة ناقص مئتان وثمانية عشر يساوي الآن صفر ناقص ثمانية لا يجوز بروح على الصفر ما معه برجع بروح الصفر العشرات على الستة بصير خمسة هاي صارت خمسة والصفر صار عشرة برجع الصفر الآحد بطلبني العشرة بصير العشرة تسعة هو بصير عشرة عشرة ناقص ثمانية اثنين تسعة ناقص واحد ثمانية خمسة ناقص اثنين ثلاث ثلاثمائة واثنان وثمانون الإجابة الصحيحة هيك بيكون الطالب أتقن عملية الطرح مع إعادة التجميع عاموديا الآن حلينا إحنا تمرين الكتاب مطلوب هذا التدريب على أربع مسائل أجد ناتج الطرح بالطرح مع إعادة التجميع واحد صفحة رقم واحد وثلاثين أربع مسائل مطلوب أنه يحل الطالب لوحده أنا ما رح أحلهم عمشان أتأكد أنه الطالب ما نقل من الفيديو أو أنه ماما حكت له أنه هاي الحل نقوله هو حفظ حفظ بصري بدي أتأكد أنه طلابي وصلوا إلى مرحلة هم يعرفوا يطرحوا عاموديا لحالهم طبعا الطالب اللي بتقن الحل رح نعطيه أربع علامات على التقييم أربع علامات على التقييم بدرس الطرح في وحدة الطرح كاملة درس الطرح مع إعادة التجميع تعرفوا أنه التقييم هو على مشاركة الطالب الطرح أنا حطت له علامات مخصصة هاي أول أربع علامات على هاي الدرس قلينا نشوف الطالب اللي رح يتقن الحل لوحده يعني ماما بتعطيه الكتاب بتعطيه قلمه بتعطيه محايته برايته تفضلي ماما حل بتتأكد هي إذا أنه حل صح بتبعث الصورة إذا حل خطأ لا تعدلي حله ابعثيه خطأ عمشان نحل المشكلة مش الهدف رصد علاماته بس عمشان نقدر نوصل نعرف وين المشكلة ونحلها يعطيكم العافية السلام عليكم ورحمة الله